هذا المشروع مشروع رأس الحكمة يسا يسهم في توفير وتطوير وتوفير العديد من فرص العمل للشباب وجد بمزيد من الاستثمارات وتحقيق خطة التنمية سيؤدي هذا المشروع إلى التحقيق انتعاشة في قطاع الصناعة وخاصة الصناعات المرتبطة بالإنشاءات وغيرها من الصناعات التي سيزداد الطلب عليها لتلبية احتياجات هذا المشروع في مراحله المختلفة في إطار السعي لإحداث عملية تطوير شامل لمنطقة الساحل الشمالي يأتي تطوير مشروع رأس الحكمة الذي يضمن توفير فرص عمل للشباب وجذب مزيد من الاستثمارات ليرسم مستقبل الاستثمار السياحي في مصر وليضعها في خريطة السياحة العالمية ضمن خطة التنمية المصرية 2052 كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط وفي العالم وتعد مدينة رأس الحكمة واحدة من أكثر الواجهات المائية شهرة على الساحل البحر المتوسط والتي ستحاكي في تصميمها المدنزات الواجهات المائية التي تتميز بخصائصها البيئية والمتوسطية الفريدة بحيث تعكس في تصميمها شخصية الموقع الفريد بيئياً وثقافياً وحضارياً وعمرانياً المشروع يعكس التكامل المتوازن مع المنطقة المحيطة من حيث روابط التنمية الإقليمية خاصة فيما يتعلق بمدن مرسى مطروح والإسكندرية والعالمين وبرج العرب ويعتمد المشروع على تطبيق مناهج مبتكرة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليبرز كنموذج ناجح يعزز التنمية الحضرية المستدامة ويسد فجوات التمويل واستثمارات البنية التحتية ومن أهم الأسباب التي تجعل منطقة رأس الحكمة مستقبل الاستثمار السياحي في مصر طريق فوكا الجديد وهو أحد المشروعات الضخمة للربط بين القاهرة والساحل الشمالي كما تضم المنطقة أنماط متعددة ومقاومات جازبة للسياحة الشاطئية وتزخر المنطقة بمقاومات السياحة الثقافية والتاريخية التي تظهر في مقابر الكومولوالس والمقبر الإيطالي والألماني وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة السياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق استرجاعاً للأحداث التاريخية ويبلغ إجمالي المساحة المعروضة للاستثمار السياحي بمدينة رأس الحكمة نحو 11.15 مليون متر بتكلفة استثمارية تتجاوز المليار و351 مليون جنيه فضلاً عن إقامة مشروعات سياحية متكاملة لجذب السائحين لمنطقة رأس الحكمة حيث تتخطى قيمة الاستثمارات المبدئية للمشروع 22 مليار دولار وهو ما يعني توفير سيولة دولارية كبيرة تزيد من صلابة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات العالمية على الصعيد الجيوسياسي والاقتصادية على السواة وتخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية وخاصة الحرب على غزة بما أثر على عائدات قناة السويس اشتركوا في القناة